تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور فخمة رئيس جاير بولسنارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة نظمت جمعية هذه هي البحرين احتفالا في مركز عيسى الثقافي على هامش زيارة الرئيس البرازيلي إلى المملكة حيث ألقى الرئيس الطيف كلمة أمام الحضور الكبير من مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ثمن فيها دعوة عاهل البلاد المفدى له لزيارة البحرين وما لقيه من ترحاب كبير مشيدا بحجم العلاقات الوطيدة التي تجمع برازيليا بالمنامة ومؤكدا على أهمية التفاهمات التي تم عقدها مع مملكة البحرين والتي ستزيد من حجم الاتفاقيات المبرمة بين البلدين احتفالية هذه البحرين جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح وما قد يضيفه هذا اليوم من نشر لجميع أفكار التعايش السلمي بين جميع الأطياف والأديان التي تجد في البحرين أرضية خصبة للعيش ولممارسة عقيدتها بدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاءت زيارة فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة جاير بول سونارو إلى البحرين كأول وجهة رسمية يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط زيارة تعكس المكانة التي تحتلها المنامة في كيان أقصى دول المعمورة إلى أقصاها مكانة هامة لا تتخطاها حدود السياسة ولا يستطيع أن يغفل عن تأثيرها الاقتصاد ولا يمكن بالأصل والعقل وحتى بالمنطق أن يتجاوز دورها وعظيم نهجها المستقيم المتمسك بجميع مبادئ التعايش والتسامح الديني والاعتدال الذي يسكن لوحة العيش المشترك بين جميع الأطياف والأجناس ومن مختلف قارات العالم هذا يوم تاريخي لأسباب كثيرة من أهمها أننا وقعنا أيضا مع جمهورية البرازيل اتفاقية تعاون هذه المذكرة وهذه التفاقية في الواقع تخطط لعلاقات مستقبلية هامة جدا بالنسبة لنا نحن في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي نؤكد على أهمية التواصل في كل أنحاء العالم والبرازيل الآن بالنسبة لنا منذ زيارتنا في ديسمبر الماضي إلى برازيليا العاصمة بدأنا في الواقع بوضع أسس للتواصل مع كل الدول في أمريكا اللاتينية وسوف تكون البرازيل في الحقيقة هي المحطة الأساسية التي ننطلق منها من هناك إلى الدول الأخرى ديرته مهد السلام احتضنت جميع تفاصيل الزيارة التاريخية للرئيس البرازيلي والتي اتزامنا مجيئها مع اليوم العالمي للتسامح هذا اليوم الذي كان مركز عيسى الثقافي وبتنظيم من قبل جمعية هذه البحرين على موعد مع احتفالية ضمها المركز بهذه المناسبة وبحضور ضيف المملكة العزيز وبرعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء وبتواجد كبار المسؤولين من البحرين والبرازيل إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الطوائف والأديان والأكاديميين والطلاب ومن مؤسسات المجتمع المدني من داخل البحرين وخارجها قام فخامة الرئيس بولسنارو مساء اليوم في مركز عيسى الثقافي بإلقاء محاضرة على أكثر من 500 طالب من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين على هامش زيارة فخامته بناء على دعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه والجدير بالذكر أن العام الماضي تم تدشين إعلان البحرين في أمريكا الجنوبية بدءا من البرازيل وندل هذا على شيء فإنما يدل على عمق العلاقات السياسية ما بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل للتحادية جلالة ملك دائما كان صباق على أنه ينشر رسالة سامية لكل عالم أنه البحرين هي مركز انطراق وشعالي تسامح وتعايش الناس بعضها بكل أديانه و بكل طوافر فهذه الفعالية عم تعبر أيضا بترحب رئيس البرازيل لنظهر تماما وجه الحقيقة للبحرين كما نحن عم نحاول نشره لكل عالم زيارة تبشر بتقوية روابط الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة وإلى مزيدا من التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين لتلفزان البحرين محمد رشادات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة